إذن يامس أنا شوفوا هون أنا بحكي عن هاي الجزئية تمام؟ كتبت هيد بعدين كتبت تايتل كوسم تمام؟ آخر إشي أنا كتبته هو أول إشي بسكره إيش آخر إشي كتبت أنا؟ كتبت تايتل تمام؟ فشو رح أجل أسكر تايتل بعدين شو رح أجل أسكر الهيد تمام؟ يعني أنا عم بتعامل كأجزاء هذا العنوان الرئيسي أنا اللي هو الوسم الـ HTML بكتبه بس أول مرة و بخلصه بالنهاية فهذا سهل تمام؟ وهو اسم الأساس زي ما حكينا اللي بعبر إنه هاي اللغة صفحة الـ HTML بعدين باجع على الهيد الهيد بيحتوي على شغلتين أول شي بيحتوي على عنوان الصفحة لهو التايتل حكينا بفتح الهيد بعدين بحط وسم التايتل بحط اسم العنوان اللي أنا بديه بعدين بسكر التايتل بس أخلص من تسكيرتي التايتل شو لازم أسكر بيضل عندي؟ بسكر الهيد تمام؟ بس هاي أساسيات لازم احنا نعرفها حكينا وسم الهيد شو بيحتوي على الوسوم الفرعية الخاصة بمعلومات صفحة الويب أهم هالعنوان ووصف موجز للصفحة هلا الثاني إشي بيحتوي على الكلمات المفتاحية بادر أنا أحط بالهيد على الكلمات المفتاحية الوسم لقيله ميتة أوكي الوسم لقيله ميتة أوكي وسم الكلمات المفتاحية شو اسمه يا تاسع؟ اسمه ميتة تمام؟ هلا الوسم هذا شو بيساعدني؟ هو عبارة عن الوصف الموجز لصفحة الويب يتم إضافتها عن طريق الوسم اللي هو ميتة الذي يساعد محركات البحث على ربط هاي المعلومات بالكلمات المفتاحية التي أبحث عنها هلا مثلا أنا عندي مثلا كتبت عن البترة تمام؟ البترة عبارة عن كلمة مفتاحية لما أجي أنا أعمل سيرتش عليها كل صفحات الويب اللي فيهم كلمة مفتاحية اسمها البترة بتلاحظوا إنها شو بتعمل عم تطلع عندي على الصفحة تمام؟ ليش أنا عملت هيك؟ أنا حطيت كلمة ميتة بالعنوان ككلمة مفتاحية أي حدا بيجي بدور مثلا على هاي الكلمة تطلع له هاي الصفحة فهمتوا علي؟ إذن وسم الهد بيحتوي على شغلتين الكلمات المفتاحية كلمات المفتاحية شو الهدف منها؟ هي عبارة عن وصف الموجز لصفحة الويب بتم إضافتها عن طريق وسم ميتة الذي يساعد محركات البحث على ربط هاي المعلومات بالكلمات المفتاحية هلا وتاني شي عنوان الصفحة وهو وسم تايتل تمام؟ هادي العنوان وين بيظهر؟ بيظهر على شرط العنوان الموجود على محركات البحث تمام؟ واخر اشي رح نحكي عنو يامس وهو وسم البادي شايفينو يامس؟ تالت اشي هيو من لاحظ رقم 3 هون هيوين الساهم رايح على البادي هلا البادي يامس بيضم كل الوسوم الفرعية التي تتعلق بمحتوى الصفحة مثل تنسيق وإضافة الصور والربط بين الصفحات تمام؟ نجحة نرجع الآن البادي شو بيعمل بيضم كل الوسوم الفرعية التي تتعلق بمحتوى الصفحة مثل التنسيق وإضافة الصور والربط بين الصفحات مثلا أنا فتحت صفحة ويب شو فيها معلومات؟ شو فيها صور؟ شو فيها فيديو؟ شو فيها لينك اللي هو الهايبر تيكست مثلا كل ما بدون قلني الى صفحة الى آخر هو النص التشاعبي تمام؟ يعني أي إشي أنا مكتوب داخل هاي الصفحة بيكون جوة البادي تمام؟ إذن الهتش تي أمال حكينا هاي لازم أنا أكتبها الهيد بيحتوي على الكلمات المفتحية والعنوان هذا العنوان وين بيكون موجود يامس بشريط العنوان والبادي بيحتوي على المحتوى الصفحة بدي أفرق بين وسم الهيد و وسم البادي إنه وسم الهيد بيحتوي على المعلومات الخاصة بصفحة الويب أوكي؟ كالعنوان وصف موجز للصفحة اللي هي الكلمات المفتاحية الوصف الموجز أوكي؟ البادي بيحتوي على شو بتحتوي لهاي الصفحة من كلام من صور من فيديو من لقطات من هايبر تيكست أوكي؟ المحتوى يامس تشوفوا من لاحظ هون المحتوى وين بيظهر أنا عندي بالصفحة البيضة هون كامل تمام؟ هون أي إشي بكتبه بالبادي هون بيطلع عندي تمام؟ أي إشي بكتبه بالهيد والتايتل بيطلع عندي أنا هون تمام؟ هلما أجأ أنا أعمل سيرج مثلا أكتب مثلا موقع لاتين ناعور أو أكتب أنا مدينة ناعور بلدة ناعور تمام؟ أنا عم بحط بالعنوان هون بكتب بلدة ناعور لما أجأ أكتب أنا هيد تايتل بلدة ناعور هون وأسكر التايتل بلدة ناعور وين رح تظهر لي رح تظهر لي هون بشريط العنوان لأنه هي عبارة عن تايتل تمام؟ اي اشي انا بحطه بالبديء بتعلق ببلدة نعور هون رح يطلع من صور من فيديو من اي لقطات انا بدي اياها رح يكون هون فانا بدي اميز التايتل وين بطلع بطلع بشريط العنوان بمحرك البحث هون يعني انا مثلا اجي تحضر التايتل مدرسة 30 نعور